السلام عليكم ازايكم يا احلم تبعين يارب تكونوا بخير معنا النهاردة خبر حزين وهو صحينا النهاردة بدري على خبر حريك مدرية امن الاسماعيلية بنسأل الله السلام الاهل مصر بس قبل ما هنبدأ بالتفاصيل اذا عجبك المحتوى ما تنسوش الاشتراك والمتابعة ليصلكم منا كل جديد وحصري على اخبار حصرية الان الخبر بيقول طائرات حربية لاخماد النيران بمدرية امن الاسماعيلية حيث بدأت مروحيات طابعة للكوات المسلحة في اخماد النيران المشتعلة بمبنى مدرية امن الاسماعيلية وسط ظهول الجميع لعدم تمكنهم من تقديم اية مساعدات وذلك نظرا لارتفاع المبنى والصور المحيط به حيث تم الاستعانة بعدد من اللوادر لتحطيم الصور والبوابة للدخول ومساعدة اي شخص بالداخل قررت مستشفيات مدينة الاسماعيلية رفع درجة التوارئ بالكامل لاستقبال اي مصابين بسبب حريق مديرية الامن بالاسماعيلية وكذلك الاستعانة بعدد كبير من سيارات الاسعاف وانتشرها بمحيط المديرية خاصة ظهور عدد من الاشخاص بالادوار العليا بالمبنى يستنجدون بالمواطنين وتمكن بعضهم من تسلق مواصير الصرف الصحي للنزول من اعلى المبنى الذي تحول الى حطام فجأة وكما شاركت سيارات الاطفاق التابعة للقوات المسلحة في اخماد النيران وكان حريق هائل بس داخل مديرية امن الاسماعيلية بشارع محمد علي ادى الى تدمير المبنى بالكامل وانتقلت اليه سيارات الدفاع المدني والحريق الى مكان الحادث كما هرعت سيارات الاسعاف الى هناك والاستعانة بسيارات الاطفاق التابعة للجيش وقناة السويس للمشاركة في اخماد النيران التي اتت على محتوية المبنى بالكامل ولم تصدر المصادر الاولية اي معلومات عن اسباب الحريق حتى الان ومن خلال المصادر الاولية وحتى الان في تمام الساعة السامنة صباحا وصل عدد المصابين الى مئة شخص بنتمنى السلامة وان يشفر الله المصابين وان اذا كان فيهم متوفين ان يتغمضهم الله بواسع فضله ورحمته وبنسأل الله السلامة الاهل مصر كلهم واذا عجبك المحتوى ما تنسوش الاشتراك والمتابعة ليصلكم منا كل جديد وحصري على اخبار حصرية الان